هايقول ايه ونرجع تاني حضرية لو اتكلمنا عن الدكتور كمال درويش موضوع مش سهل يعني رأيي مليش رأيي في الدكتور كمال يعني الدكتور كمال درويش احنا بنعتبره عميد وعملاء كلات الترباء رضية في مصر كلها والشرق الاوسط استاذ الادارة الرياضية ورئيس نادي كبير للمدة سنوات طويلة وحقق فيه اكثر من 25 بطولة وكان رئيس اتحاد الملاكمة في فترة من الفترات وانا كنت مدرب يعني الدكتور كمال حدو تكبير اول لو اعدنا نتكلم عنه موضوع صعب لان انما الدكتور كمال هو انا بعتبره علامة من علامات الرياضة المصرية في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين الدكتور كمال هو هنا كاستاذ ادارة في كل ترباء رضي احنا بتعلم منه كل طلبة بتعلم منه القسير وقسير في الحياة العملية والعلمية اذا كنا احنا برضو تكلمنا عن دكتور كمال بره برضو المجال الاهلي فأعتقد إحنا ليه أعداد كبيرة جداً هي مدرسة الدكتور كمال درويش في الإدارة وفي الاستثمار وفي التنظيم وفي العمل الجاد التعليم من الدكتور كمال إنه اللي بيعمل عمل إنه هو يجب يكون بيكتهد ويعمل أقصى ما يفوصه علشان يوصل إلى الهدف المستعدس يعني الدكتور كمال دلوقتي أما كان عميد الكلية إحنا قعد 9 سنة عميد الكلية إحنا تلمزنا على الهدف ما خدنا الأستاذية وخدنا الدكتوراه وقدرنا نقف على رجلينة زي ما قلت لحضرتك وهو حتى في القطاع الأهلي بقى أن رئيس رئيس الاتحاد الملاكمة عمل خطط استراتيجية ضخمة جداً ووصلنا بيها إلى الألعاب الأولمبية في أطلنطا 96 ووصلنا بيها إلى بطولة العالم وعملنا بيها إنجازات ضخمة جداً فالدكتور كمال مهم نتكلم عنه وأعتقد شاء الله نديله حقه الطبيعي إنما أنا بقول لحضرتك أنه يكفي أنه يكون عميد وعمد أكلية التربية الرضية وهو الراعي الأول للإدارة الرضية في مصر أتولي لدكتور عبدالعام